مضترون لترك جهاز الإذاءة قبل التصوير بعد التأكد ثبت أنها خطر عليهما فالضوء عدوهما الأبدي أفقد الحياة زينتها وغيب ملامحهما هما معزلان بالفترة قبل أن يعزلهم الوباء من خلص الحجر الصحي والحجر التي نحن ربما دل حياة من اللي تخلقه الصغيرات من اللي جاءت خلود في عام 93 من أجل سرقة هذه النظرة إلى الشارع عليهما أن يتحصن بمستلزمات الوقاية مرهم ضد أشعة الشمس وقناع أليفه على وجوههم قبل كورونا بالنسبة لنا نحن لكم فيه ما حاجة عادية على الأخر استنسنا بها من أول ما نتولد وندخل في الحجر الصحي لا نخرجه لا نشيل حتى بلاص وحدهم أتفال القمر يدركون أكثر من غيرهم معنى الوقاية من مرض نادر لا دواء له لم يغير الحجر الصحي من حياتهم شيئا هم يعيشون في عزلة دائمة في بيوتهم قبل أن يفرض العزل العام حين سئم الجميع من المكوث في منازلهم أدركوا قيمة الأشياء من حولهم ذاك ما يعيشه أتفال القمر على اختلاف قصصهم نادية هي الأخرى لديها من الشجن نصيب يرتسم في أناملها ومقطوعتها الموسيقية الحزينة هنا عالمها الخاص فيه تنمي موهبتها في الموسيقى وتسقل غرامها بصناعة منتوجات تقليدية تنهل نادية من الكتب صبرا ومن الموسيقى عزيمة لتتحدى عزلتها وتعيش حياة طبيعية حياة تفتقد لنور الشمس لكنها لا تخلو من الأمل ويسام الدعسي العربي تونان